اشتركوا في القناة الدوام للطلبة في جميع المدارس عن 50% من إجمالية الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة التزاما بنظام الإشارة الضوئية المعتمد في المستوى الأصفر افتتحت المدارس الحكومية أبوابها أمام أبنائها الطلبة في يومهم التعليمي الأول من الفصل الدراسي الثاني لمن اختاروا التعليم عبر الحضور الفعلي كما افتتحت المنصات الإلكترونية التعليمية ورفها التعليمية لأبنائها الطلبة الذين فضلوا التعليم عن بعد نظرا للظروف التي تحتمها الجائحة العالمية بهدف استدامة المسيرة التعليمية رغم الظروف والتحديات من خلال خلق منظومة تعليمية متكاملة مملكة البحرين تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات التعليمية والتربوية لا سيما في ظل الانتشار العالمي لفيروس كورونا ولم تدخر المملكة جهدا في توفير كافة الخدمات التعليمية لأبنائها حيث تمكنت ومن خلال وزارة التربية والتعليم مواصلة تقديم الحلول وإيجاد المبادرات النوعية والمبتكرة للاستمرار المسيرة التعليمية والتكيف مع المتقيرات التي فرضتها الجائحة من خلال التوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية المقدمة لطلبة البحرين في جميع مراحلهم الدراسية سواء عن طريق وسائل التعلم عن بعد أو التعلم المدمج الذي يشمل الحضور الجزئي للمدرسة وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التعليم الأساسي والثنوي في المملكة وبث الصفوف المدرسية باستخدام برامج التواصل بالصوت والصورة إلى جانب مراعاة توفير المقاعد الدراسية الملائمة للطلبة من ذوي العزيمة وذلك لضمان إيصال حق التعليم لكافة أطياف المجتمع ترجمة نانسي قنقر